اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بتابعونا وبشوفونا على شاشة القناة الاولى والفضايا المصرية من التلفزيون المصري حالقة جديدة النهاردة من برينامجنا الشهير اكلة ام نهاردة المطبخ الصحي ولما نقول الاكل الصحي بيكون معانا بنحط في الاعتبار ان فيه صغير وفيه كبير وفيه ناس بيبقى في العائلة وفي الاسرة مش عايزين اكل صحي قولك احنا ناكله وخلاه على الله النهاردة الاكل بتاعنا فيه تفاصيل كتيرة هنعمل البرجر النهاردة برجر العتس الاسمر البرجر معروف لحمة او فراخ احنا كلنا عارفينه ولكن لما نعمله عتس ابو جيب الاسفر الاسمر سوري وندعمه بكمية من الخضار بالتأكيد اكله طعم تاني ولكن فيه تركاية ازاي اعمل العتس الاسمر برجر هنشوف مع بعض ازاي مع السوية مع الفليفر من البصل من التوم من البطاطس حاجات كتيرة يعني معنا النهاردة طبق مقارونا والسلطة لما نعمل المقارونا والسلطة بنختار المقارونا لزيت الاشكال الهندسية فمعنا المقارونا الفيونكا احنا سلقنا وجهزنا معنا واخد تبريد مفاجئ بزيت زيتون هنعملها سلطة بالخضار النهاردة وندعمها بعصير لمون والزيت زيتون نجي بقى للحلو النهاردة بالجد هو حلو صحي الموز دلوقتي انا مش لاني الموز حلو في السوية يعني ما تيجي دي عشان ادور على الموز اكله اه فيه موز اشكال والوان بس مش مسكر انا بحب الموز دايما يكون مسكر فهنستغل الموز النهاردة نعمله كيكة ونشوف ازاي نخليها بتعم فليفر حلو واخده طعم الفانيليا طعم الشوكولات النهاردة كيكة الموز النهاردة بطريقة بسيطة وسهلة واتاخد ع طعم الليمون بما ان الليمون دلوقتي مفيد جدا في ايام الصيف وايام الحرب مش هستول حضراتكم لان الصحة تاج على رسل اصحاء والوقاية خير من العلاج خلا نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف ازاي المطبخ بتاعه حوله من مطبخ هلسي لمطبخ لطيف وجميل وفي نفس الوقت بقل تكلفة ممكنة اوه تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل تعالوا تشوفوا مع بعض ازاي نفتح التلاجة نطلع كل المقادير اللي موجود فيها الماتيريال بتاعنا عندنا عاتس النهاردة ابو جيبة وعندنا الصوية بودر وعندنا برغل وعندنا بطاطس تعالوا نحول كل المقادير دي مع بعضها لقرص برجر كده في كل العناصر الغذائية بروتين موجود كربوهادرات موجودة كل حاجة المقادير على الشاشة عاتس ابو جيبة مسلوء ومتبرد في التلاجة يعني تسلأ بكمون وشوية ملح عصرة ليمون وتبردنا بعد كده وجاهز معانا معانا الصوية اللي هي الصوية البودر اللي موجودة عند العطار اللي بتستخدم في البرجر معانا برغل معانا بطاطس مسلوة معانا بصل ويتوم وباقدونس مفروم وزيت زيتون دي المقادير البسيطة السهلة البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وحسب الرغبة يعني ممكن تحط بابريكا تحط شهاد كمون حلوين لأن العدس طبعا بيعمل مشاكل مع الكولون وخاصة البرجر العدسة بجيبة علشان طبعا الألياف بتاعته فممكن نستخدم الكمون علشان لا تلاشى موضوع الكولون ومشاكل الكولون مع البوكليات قدي البرغل بتاعنا بنطحنه ناعم الأول ده العنصر اللي هيخلي العدسة يمسك في بعضه خلي بالك ده مطلوب بختم زي دول كده كفاية ماش ننزل بهم كلهم كده تمام كفاية قوي بنحط عليهم بصل مفروم ناعم شوية توم مفرومين ناعم ده كله بندعم توم وبصل كلنا عارفين القيمة الغزائية بتاعتهم معلقة مستردة صغيرة في قلب الخليط ده كده وناخد ده كله في الكابة عمش شيف نطحنه ناعم ده أهم حاجة ينطحن ناعم كله مع بعضه حلوة بسم الله الرحمن يلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحمن ايه الحكاية هنا بقى ايه الصوت المزعج ده انا هنا خلطت البرغل مع الصوية مع شوية عاتس هي دي المادة اللي هتمسك لكل الحاجات مع بعضيها شايفين هو ده كده اهو تاني اهو بصل وتوم مستردة محطيتش توابل على فكرة وعاتس من المسلوق عندي حطيته هنا استأذنكم تاقي حاضر بس اخلص الكابة استأذنكم تانا افروم ومفارمة تانية عشان صوت الخلط اهو ناخد افتصاله بعتزر معلش ماشي طيب هناخد ده كده مع بعضه شايفين انا عملت ايه اهو ده كده اهو الله عليك عمششيف لما تشتغل بمزاج كل ده مع بعض اهو تقدر تحطي ارنبيت تحطي الخضار اللي انت حباه مع المادة المتمسكة دي كلها اللي انا فرمتها الصوية مع البرغل مع البصل مع التوم كل ده مع بعضه عمششيف لسه فيه تركاية الشيف المغازي تقص على النار التقصة دي بحطي فيها شوية زيت صغيرين كده بحطي شوية زعتر صغيرين على الزيت كده مع بصلة يا نعمة عايز التعم انا بقى التعم كده مع بعضه فالسيتوم حلو واقلب كلهم مع بعضيهم التعم في قلب الطاصة دي تحمرت الزعتر مع البصلاية مع التومة مع التشويحة اللطيفة دي كده مع الزيوت بتاعة البهارات الجميلة اذا كان فيه الفلسود شوية كوركم حلوين كل ده على البصلة بتاعتي عشان ده كله هينضم للخليط اللي انا ضربته في الخلاط الكمون كل دول مع بعض اصبحت انا دلوقت بشم ريحة التوابل الحلوة مع البصلاية والتومة هتخش دلوقت على العتس والخليط اللي انا ضربته في الخلاط من الصوية والبرغل وكل ده ناختهم مع بعض كده يلا اهو ده اهو الله عليك عمشي فهي دي تركائي كل ده مع بعضه كده تعالوا نقلبه تفك مين يا راجل يا طيب انت بتهزر بقى معانا بطاطسية ناخدها كده اهو ناخد المستوة منها عالواوا كل الخليط ده بنقلبه مع بعضه الله تعالوا بقى نتكلم عن العناصر الغذائية اللي موجودة في الخليط ده كاربوهادرات موجودة بروتين نباتي موجود في العتس وهو طبعا يتصدر القائمة الاولى للبروتين النباتي العتس بتاعنا المصر الجميل الحالي سواء الاصفر او او جبا الاثنين واحد بس ده طبعا بتشال منه الكشور العتس الاصفر اللي بتعمل كشري اسكندران اللي احنا عارفينه او بتعمل شربة عتس والده العتس الاصمر اللي هو بتعمل مع الكشري البطاطس كاربوهادرات البصل والطب مش محتاجين نتكلم عليه فصيلة الدرانيات كلها شفت البرجر اوه تعال منعمل شواط قراس برجر بقى مع بعض بعد التقليل الحلوة دي كده هننسيت حاجة مهمة جدا على فكرة اللي هيقول لها عليها دلوقتي هياخد مكافئة يقول لها عليها هياخد مكافئة الله عليك يا مخرج لا الملح اوه ونقلب كل دول مع بعدي تاني عازك تعمل البرجر ده النهارده لولادك ما تقول لهمش ده عدس هو شبه اللحمة كده في التقليبه دي كده يخلي بالك بعد ما يأكلوا كده مع شريح من الجبنة شريح من البيض الكاتشاب زي ما انت حبة تقدر تقول لهم أنا المفاجأة مش عدس مش لحمة ده عدس تعالوا مع بعدي كده نروع الدنيا ونعمل كام قرص برجر هنا مع بعض على البلانشة دي كده شوية زيت تقدر تعمليه وتخزينيه في التلاجة عندك تستخدميه وقت اللزوم زي أي برجر لحمة وفراخ اهو بسم الله الرحمن الرحيم والله يا فكري يا شيف مغازي هو شبه اللحمة اه بس تفاصيله تفاصيل تانية خالص في عدس في بطاطس في بصلة حمرتها مع شوية بهارات اهو فيه طبعا استنبات واشكال بتعمل البرجر انا بحبش استخدمها انا بعملها بإيدي هيت او تعملها بوصلة كيس نايلون عادي بالشكل ده كده ده برجر العتس سهل جدا الاكل النهاردة اكل صحي اهو مفيش دهون اي دهون هنا في البرجر ده مفيش اهو شريحة جبنة مع بيد مسلوق مفيش اي مشكلة اه واجبة صحية مية في المية عندك ابنك وزنه زيادة شوية عايزة يخز عزي العبرياضة اهو حاجات دي كلها سيبوني بقى اشكل شوية برجر حلوين لان النهاردة عندي عدد كبير وعايز اعمل شوية سندويتشات حلوين كده وهناخد بعضنا ونطلع فصل صغير وبعد الفصل نشوف نعمل كيكة الموز ازاي ونخلي الموز بدل ما هو فيه مادة حمضية او مش مسكر نستغله في عميل الكيك نشوف مع بعض ازاي او هتروحوا بإيدي تابقوني بعد الفصل ورجعنا لحضراتكم بعد الفصل تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد وخاصاتها لما يكون الاكل صحي العدسة بجبة بتاعنا الجميل من خير ارضنا عملنا برجر لطيفة يا شيف طيب اشيبوا غازة لما اجي اعملوا ايه المادة الاساسية والعنصر الاساسي اللي هو البطل في الاكلة دي عندك الصوية اللي بتجيبها من عند العطار والبرغل اللي اتنين مع بعض واللي اتنين امنين يعني نسبة دسامة مفيش كلنا عارفين البرغل منتج من الامح الصلب بيبه برغل ناعم وبرغل خشل انت بتجيب البرغل العد بتاع الكوبيبة اللي بتستخدمه في التابولة بتخسل لكوباء معلاء ونص كوباية يعني تقريبا او معلتين وبعد كده تخليهم يبوشوا شوية او ننقحم شوية وبعد نخلطهم مع الصوية والعدس بتاعنا الجميل الحال التوابل والبصلية اللي انا طبعا حمرتها بالشكل ده كده بناخد ده زي ما هو كده ندخله الفرن يتحمر اه في درجة حرارة مية وتمانين تعالوا نشوفوا مع بعض ندخله الفرن كده هقو بالشكل ده كده اللهم صلى عندي زي ما هو كده تمام التحميرة دي مطلوبة هناخد بعد ايه الصورة الحلوة اللي بتسبك الحدث دي يلا تعالوا مع بعض نشوف نعمل الكيكة ازاي كيكة الموز وهنا تشتير اي موز عندك ما فيش اي مشكلة ولكن انا شخصيا بحب الموز دايما يخش باع الفروض صلاة بياخد في ليفر الليمون يدخلوا مع الكيكة نعملوا مع البانكيك تعالوا نشوف نعملها ازاي بتفاصيلها معانا بشرة ليمون معانا من الديكوب بيتين معانا من البيض اربع بيضات بيكين بودر معلها فانيليا ربع كم من الزيت وممكن نستغن عنه خالص هي المادير وواحد كم من الحليب مادير بسيطة وسهلة ولكن التفاصيل هتعجبك اوى على فكرة واللي مش عايز ياكل موز هياكل موز تعالوا نشوفوا ازاي هنعملها سريعا مع بعض اه اول حاجة باخد البيض اربع بيضات بخلطهم مع السكر والبيض يطلع من التلاجة يا اختي قبل استخدامه تقريبا بعشر دقائي او بخمستاشر دقائق حسب درجة التبريد دول كانوا تلاتة يبقوا اربعة يلا زي الفل هنحط عليهم السكر حلو والسكر هنا برضو اختياري ازا الموز مسكر شوية وفيه سكريات قلل من السكر وكل ما قللت من السكر في الحلويات كل ما ديته فرصة لكل الاسرة هتاكل من الحلو اللي انت عاملها ما تبقاش في الحلويات بتاعتك سكريات كتيرة اكيد الماما هتاكل البابا هياكل حماتك عصرة ليمون بشرة ليمون كل ده على البيض زي الفل هنقلب دول كلهم مع بعض بمضرب كوي كده وجود البيض وجود السكر مع البيض بيسرع من عملية الخفط الله هو ده الفانيليا عم يشيف عشان زفارة البيض مع علقتين من الزيت شكرا ونقلبهم لغاية كده زي الفل معانا من الحليب واحد كوب تقريبا كفاية ونقلبهم كويس دي المواد السائلة نجي للمواد الجافة ديقيق وبيكن بودر معانا هوات زي الفل قادي الديق مع البيكن بودر بنقلبهم كويس حلو قوي اتر الكاية هنا شوية قرفة نعمين مع الدقيق بما ان انا بعمل كيكة الموز والفواكع عموما تفاح موز يحبوا القرفة ده الطبيعي نحط رشة قرفة صغيرة ما تستغربيش ممكن على فكرة لو لاد مش عايزين قرفة تقدر تحطي شوكولات كاكاو اه ده جاهز كده نجيب القلب بتاعنا اللي نشتغل فيه مع بعض كده المواد الاتنين السائل البيض مع سكر مع حليب مع زيت والديق بتاعنا مخلوض مع البيكن بودر وشوية قرفة نعمين القلب بتاعنا معانا زي الفل والقالب غالب نقف هنا ونشتغل مع بعض اه نجيب الموز بيجيب الموز هات معاك موز يا حبيبي وانت راجع من الشغل ترجع بالسلامة اه ده مش مسكر اوه على فكرة بنحطه في الديق كده بنرس هنا كده نفس القصة بنحطه في الديق كده بنحطه في الديق كده تغليفة دي ونرس هنا كده تمام نفس الموضوع اهوه والديك هنا هيكل الموز ولتحايل على الولد يا ابني كلك الموزاية قبل ما تنزل على المدرسة قبل ما تروح النادي لا مش لانوش بشوفه 24 ساعة قدامه بنطفطم ونلاقي الموز ده عندنا في البيت ويتنه محطوطة على الانتريب بتاع البيت او في الصالون لغاية لما يسود بتقدر تعمليه زلابية اه زلابية الموز عملتها قبل كده بتقدر تعمليه في الكيكة بتقدر تعمليه فروت صلاة اه معاست الكل دعوة حلوة كده اه زي الفل هناخد اه اه اخد اربعة هم اربعة حبات معانا زي الفل ايش للموز ده فروه ما يترميش على السلم عشانه انت طالع ما يحصلش مشاكل ده يتحطي في كيس كده يا اختي لا يردع عليك الثقافة مطلوبة ويتحطي في ال طبعا على جنب كده لغاية لما نخلص منه ده مطلوب خلي بالك اه حلو الكلام هناخد المواد الجافة اللي هو الدي مع البكن بودر بنقلبهم كده اهو شفت التاليبة دي كده واحدة اه اه يلا اهو ده اه شفت المواد ده مظبوطة ازاي المقادير اهي دي اه وننزل كده يلا بسم الله الرحمن الرحي اهو ده تسلمي دك يا شيف ده والله انا هعملها النهاردة للاولاد مش هقولهم ان انا عاملة كيكة بالموز هم يتفاجئوا بقى الموز ده هيستوي طبعا جوا الكيكة هتبقى حكاية اهو تيطعم منها بقى شرايح اهو زي الفل بننزل بخليط كله بنوزع توزيع دي اه درجة حارط الفرن عندي كام؟ مية وتمانين اهو والعيار عيار اهو ودايما احنا في الحلويات بنحط العيار بالكوباية عشان حضراتكم عالوا الكلام اهو بنساويه بس كده علشان يدخلها الفرن الله اهو درجة حارط الفرن عندي كاست الكل مية وتمانين اهو زي مية كده كله انا هعمله كده هزا اتنين شكرا يلا الله مصلى عندي في قلب الفرن اه اساسي دي ما كان اه كيكة الموز بتفاصيلها الصغيرة بتكنيك عالي من الخبرة قدرت استغل الموز اللي احنا مش عايزين ناكله وولادنا معترضين عليه قدرت ان انا ندعمه بالبروتين بالنشويات بكل حاجة طبعا الكيكة كلها عناصر غزائية نطلع فاصل ونكمل يا شباب طيب انا عدلوقتي سلطة الماكرونا كلنا في الماكرونا طبعا بناكلها ببشامل ماكرونا بالويت سوس ماكرونا بالجنباري ماكرونا طاجن ايه المشكلة لما خلي يوم في الاسبوع الماكرونا دي سلطة وعمرها سلطة بتكنيك عالي من الخضروات اللي عندنا زي الفلفلة الملونة زي الجزر المبشور زي الطماطم كل ده زيت زيتون عصير اللامون مع السلطة ويبقى انا حولت الماكرونا لطبق صحي زي الفل والماكرونا في تصنحها مش تصنع مفاجئ ولا يخد ولا حجوة دي السميت النائم بياخد زيت وياخد بيت ده بالنسبة لتصنيع الماكرونا الماكرونا بشكل هندس فيونكا مكرونا بنا مكرونا كواقع دي موجودة في السوق اشكال والوان بصراحة المصانح هنا بتتنافس في صنعها ومعنا طبعا في الفلة ملونة وبصل ويتوم عصير اللامون جزر مبشورة مع الدونس ناعم مستردة نقدر نضيف لها جبنة زي ما حسب الرغبة وحسب السعرات الحرارية المطلوبة في طبق صلطة الماكرونا تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي هنجيب كسرولها كده زي الفل ودايما طبق الصلطة انا بقول ده لوحة فنية فرصة كل ام فرصة كل ست بيت بتطلع الخبرة التهوية اللي جواها بتطلع الناحية الفنية الجمالية اللي جواها في طبق الصلطة وبيبان ده عالصفة وهي بتزوى الاكل وهي بتجرنش الاكل ده مطلوب خلي بالي اه نمسح كده الخامة بتاعتنا والترابيزة طبيعي النظافة مطلوبة وخاصة ان انت بتعملي السلطة لان طبعا الحاجات هنا مستوية وجاهزة فتحط في الاعتبار سكينة نظيفة الحاجات دي كلها غير لما بتدخلي الاكل النار يعني اذا انت مثلا بتعملي الاكل لو هتدخليها النار هنا مفيش اي مشكلة صحيا ولكن بتعملي طبق الصلطة يفضل كل ادواتك اللي بتشاغلي بها تكون نظيفة عشان البكتيريا وعشان ده طبق الصلطة خلاص يعني جاهز لهو للاكل على طول مباشرة حالو الكلام انا خليوها بقى ناخد شوية خضار كده نستلى فيهم ونقطعهم بشكل هندس حالو ونعمل طبق الصلطة شكله لطيف وحالو سكينة بتاعتنا معنا معنا فلفل احمر فلفل اصفر فلفل اغضر ثلاث الوان دول مقطعهم كده مش عاجبني طبعا الحاجات البيضة دي بشيلها ده مطلوب بسكينة صغيرة كده طبق الصلطة ده بيبقى كده بناكل وبندور على التفاصيل بشيل اللابيت ده كده مش عايزه شكله ببقاش لطيف في طبق الصلطة على فكتة بيتشيل ده كده ونفس القصة هنا شوفت انا شغال بايه بسكينة صغيرة وده حاجات اكسسورات عندك لازم تكون موجودة في المطبخ اه المطبخ مش سكينة وخلاص لا لازم تجيبي حاجات صغيرة كده زي ديت بيتفتحي جنباري عايزة تنظفيه اه بتقطعي فواكه فروت صلاط شوفت انا شغالها بسكينة في ده بشيل البيضة كده اه بتيب مشطورة كده في مطبخك يا ست الكل اه شوفت الموضوع بسيط خالص اه بتعملي فهيتة بتتعمل بالفلفل بتشيل كل حاجة زي كده اه الحاجة دي بتترمي يعني مبلاش تستخدمها اه بتبقاش لطيفة البزر بالذات يعني اه بتاع الفلفل اه نفس الكسة مع الفلفل لاغدر ده كده الفلفل لاغدر البلدي بيبقى طبعا اقل من الفلفل العادي الاصفر ده كده في البزر بتاعه هنتعال نقطع الخضار ده نقطعه مع بعض ازاي ولكن النظافة برضه مطلوبة كده اول باول مطبخك رايق توقف رايق في مطبخك زي الفول اهد الخضار بنضسه فوق بعضه كده نشط البططيعة واحدة بشكل هندسي اه شفت انا بعمل ايه اهو كل ده فوق بعض اهو الله اهو بيدك كده بسم الله الرحمن راحبون لجي هنا تقطيع دي مطلوبة اهو بسكينة اهو سكينتك حامي اهو زي المنشور شفت كلها تقطيع واحدة اهو اهو الله عليك اهو حلوة اهو تلاقي التقطيع كلها واحدة بناخد التقطيع دي كده زي ما هي بنحطها هنا دورة على بزر مش هتلاقي نظافة موجودة حلوة دي معاها بصلايا بنفس الطريقة بتقطع شرايح كده مصطلحات التهوية للحاجات دي شرايح جوليان سلايز قطعها زي ما انا بقى اتحكت اهو ما تشغلش راسك بالاسماء اه قطعت بصرة زي دي حلوة بتفركها بيدك كده قبل ما تحطيها عشان تتوزع بالتساوي اهو بالشكل ده كده الله اعطى بقى السلطة ده يشيف بجد بجد يستأكل معانا جزر مبشور بنسقطه كده معانا سدنة شابت صغيرة بنسقطها كده شوية بقدونس مفرومين بنحطهم كده وناخد ده كله مع بعضه كده ودي التركاية بنحط عليهم زيت زيتون حلوة هي دي السلطة هاي زيت زيتون فين الماكارونا اصبر على رزقك شوية اعلمك ازاي تعملي طبعا سلطة الماكارونا تاكل صوابعك ورها اهو ده زيت زيتون بنحط علي زيت الزيتون ده شوية فلفل صغيرين شوية الملح الحلوين اخلي بالك انت سلق الماكارونا بملح اعملي كنترول في الملح هنا فاصتهم زي الفل وكل ده مع بعض يشيب بايدك معلش اه وتتقلبوهم جامل اه 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 مهمة دي جدا على فكرة اه مع زيت زيتون بالشكل ده كده وانا شغال اه الماكارونا اخر حاجة تنزل تتقلم معاه اه تاني توابلنا ملح فلفل اه زي ما انا شغال كده زي الفل السازن حضراتكم بناخد بعدنا ونطلع فاصل صغير قلبنا تأسيس الماكارونا بالشكل ده كده تحط نوع الماكارونا اللي انت حباها بالشكل هنا وتقدر تقدمها لولادك حابة تحطي طبعا صدر دجاجة حلوة عندك مسلوق زي الفل تقدر تقطعيه وتحطيه في قلبيها حسب الرغبة يعني خلو اطلع فاصل صغير وبعد الفاصل هنشوف تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والاكل بتاعنا صحي والصحة تاجع على الوسرا الصحاء والوقاية خيرون من العلاج اهو هتروحوا وبايد تابعوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير عايزة البرجر بالخاص حطوا كده الاولادنا بالخاص اهوة زي الفل معنا الخاص الكابوتشا الخاص البلدي بتاعنا الحلو شايفة اه تحطيه على خاصية كده حلوة مش لازم عيش بصراحة يعني يعني البرجر بالذات انا محبوش خاصات اللي ما يكون عاملة ضيت اكله مع الخضرة طبق السرطة حلو زي اللي معاي ده كده طبق لما في مكارونا يبقى عندي طبق النشويات جاهز هنا اهو بالشكل ده كده والجرنش مطلوب حلو اطيع بقى شوية طماطم معها زي منت حبة والله عايزة جبنة مهم في شرايح جبنة بتتباعة في السوبر ماركت معروفة كلنا عارفينها تحطيها على البرجر ده ودخلها الفورن تسيح تبقى لطيفة وجميلة ولكن انا مع شرايح الطماطم شرايح بصل الكاتشاب لو ولادك بيحبوا الكاتشاب معا ما فيش مشكلة بس العادسة عموما مش محتاج الحاجات دي كلها ممكن تحمصت شرايح من التوست وتقدمها معاها تبقى لطيفة حسب الرغبة تكتافي بطبق الماكارونا اللي انا عامله دلوقت السلطة يبقى لطيف وجميل ما فيش مشكلة دي كلها افكار ان كنت تقدر ان كنت يتقدمها لولادك ويبقى الاكل يوم في الاسبوع صحي اختاري يوم انت حباه انت رايقة كده وتخش المطبخ بتاك تعملي الحاجات دي بالتفاصيل الصغيرة اللي انا عملتها دلوقت عندنا الطماطي ميت البرجر ما بيبقاش برجر غير مع الخاص والطماطي ولاد يتعودوا على الشكل ده اهو قدمها كده البطاطس مقلية يبقى كده مش صحة يعني احنا البطاطس انا حطيتها جوه البرجر عشان اللي عايز بطاطس على فكرة مخرج بيقولي البطاطس المقلية اه لان احنا بنشوف الطبعا في المطاعم يتقدم مع البرجر شوية بطاطس مقليين جنبيها بقى والبطاطس عليها جبنة وعليها حاجات ده ملوش علاقة خالص بالاكل الصحي اللي انا بعمله دلوقت اهو ده موضوع تاني اهو زي الفل فيش رايح جبنة هنا اهو عايزة واحدة بالجبنة نحط جبنة حسب الرغبة اهو وتحطها على البرجر وهي سخنة سيحة اهو حسب الرغبة ده اختياري برضو الف هنا وشفها نكمل موضوع الصلطة بتاعنا خط الخضرة اللي بتها مع زيت زيتون مع توابلنا عايزة اغرف طبق الصلطة شكله حال الصلطة دي لوحة فنية اهو عاية مستردة بحط شوية مستردة على المكرونة هي مسلوقة هنا مسبقة عاية جي مكرونة عاية طبعا اول ما بتستطيع المكرونة ما بنسحكيش تخسليها زي ما هي كده بتحط عليها زيت زيتون شفت المكرونة نازلة حلوة ازاي اه اي نوع مكرونة انت حباية ما فيش اي مشكلة كله دول مع بعض بنجيب سرفيز التعديم ونشوف برضو هنغرفه ازاي ونقدمه لحضراتكم لازم بشكل حالو شكل جمالي ده سرفيز التعديم عندك بيض مسلوق هتاخد بيض البيض وتقطعيمها على الصلطة تبقى لطيف دي كلها افكار انا بقولك عليها احنا نقدر نعملها وممكن احنا نتكلم عنها ونعملها اهو بيض مسلوق بناخد البيض بتاعه وندخله على ايه على الصلطة تبقى لطيفة طبعا اقو مش البيضة كلها اقو ده خاص عادي وعلى فكرة في الاكل الصحي بالذات البرزنتيشن او الشكل مطلوب علشان نعوض الدسامة ونعوض الحاجة بقى الزبدة والحاجات اللي احنا عارفانا ده مطلوب خلي بالك ان الشكل الطبقي بقى شكل لطيف وحالي ناخد المكارونة دي كده مع الخضر اللي احنا حطناها اهو شفت ازاي اهو بايدية وحيات عينية اهو 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 شفت السلطة اهو سنة الشابت هنا عاملة الابان الفلفلة الملونة مع البصلة المتقطعة شرايح خادت عصير اللامول خادت زيت الزيتون اهو شئة البهارات اهو المكارونة لطيفة وجميلة تكل السوابع اكوار اهو نغرف الطابع ده اهو نحن نغرف الطابقة ده اهو الخصر ده كده مطلوب الشكل مطلوب ايا كان اهو نشيل كل حاجة دي من هنا ونوسع للكيكا بتاعتنا الحلوة والله يوم اكل صحي زي الفل مش عملية توفير فلوس بقى دلوقتي اقول نحنا نوفر في المصروف خالص لو احنا جينا ندرس القمة الغذائية اللي موجودة في الاكل اللي موجودة على الصفرة بتاعتنا كل حاجة موجودة اذا كان بروتين ولا نشويات ولا كربادرات اي حاجة بتدورة عليها موجودة معادل ليه الضاني ومعادل لحمة الضاني ومعادل فاخدة الضاني حلو الكلام اه كتحكي انا عارف يعني ايه ارديحي يعني مخرج بقولني ارديحي يعني وانت عارف انا لما شفتش انت نص فرخة على الصفرة والشرايح اللحمة ما يبقاش فيه اكل بالعكس خلي يوم في الاسبوع كده اه مطلع الكيكا بتاعتنا الحلوة زي الفل بسم الله الرحمن الرحيم اخبارك ايه كيكا بص عليها وصلي على الحبيب قلبك يتيب بص على كيكا اه يلا خلينا نطلعها اه لا ما اقولكش دي طبعا ما ينفعش نقطعها دلوقتي خالص خلي بالك اه والله احنا مع بعض احنا ورزقنا قولي يا رب اللهم صلي على النبي اه نعم هقولك ازاي تعرفها مستوية ولا مش مستوية لا السكينة مش هتبان اول ممكن توس بكس او ممكن الشوكة السكينة عشان الملمس بتاعها نعمة مخرج عايز اختبرني اه 14 سنة خدمة سنوية عامة جاي تقول لاختبرني اه بص يا غالي اه صلى على النبي فين بقى اه مكان تاني هاعدل فاندي اه بوزهش بس اه فيش اي اثار خالص دي مستوية جاهزة بس عشان تتغير في صح للامانة لازم الكيكة تبرد وتهدى خالص بعدين منقلبها بنقطعها شرايح زي ما احنا عايزين بنقدم معها سكر بودر بنقدمها مع سوس شكولة سوس فانيليا حسب الرغبة حالة بتاعت النهاردة ما فهاش شغل لا فهاش شغل فه خبرة طهوية فه خبرة طهوية خدت العسة بجبة غسلته بعدين سلقته مع شوية مية مع شرايح من البصل مع شوية كمون يتسلق باهري بس سيبه يبرد خالص في التلاجة ولياريت تسلق العدس في كمية مية قليلة عشان ما تصفيش المية بتاعته عشان ما ينفعش قسله العدس وبعدين اتخلص من المية بتاعته بالعكس المية بتاعته كلها بروتين نباتي لطيف وجميل فكمية سلق المية او كمية العدس على قد كمية المية عشان يبرد بنفس الكمية وبعد كده دفنا له السوابت بتاعته اللي هي السوية مع البرغل عشان يدينا الشكل ده كده مع بطاطس مهروسة والبصلة اللي انا تحمرتها في قلب الزيت مع تومة مع شوية بهارات وقال لي بتوم كلهم مع بعض دي وعملت كام قرص من البرجر كده والتستوى في الفرن طلعناها قدمناها من غير عيش مع جبنة مع طماطم مع خيار مخلل حسب الرغبة عملنا طبع صلاة لطيف وجميل الصلاة هعجبني جدا على فكرة المحتوى الغذائي بتاعته كتير قوي خضروات مفيدة في ايام الصيف دي على فكرة الصلاة دي تمحط في التلاجة ناكلها كده تبقى لطيفة فها عمليتي التبريد لطيفة وجميلة تقدر تقدمي بقاها بيد مسلو تقدم معاشا رايح من التست حسب الرغبة عدك صدر فرخة حلو عايزة تدعميها قطعي وحطيها عليها جرنش مفيش اي مشكلة ولكن نقف عند الكيكة الجميلة الحلوة دي عايزة كوبئة الشاي كوبئة القوة بتاعتي وبقال فانا وشيفها ويبقى احلى افطار لجوزك قبل ما ينزل عالشغل بوتاسيوم معادل موجود في الموز بروتين حيواني بروتين كله موجود في قلب الكيكة بتاعتي لان العناصر الغذائية اللي بتحتاجها الجسم موجود في قلب شريحة الكيكة بالموز اللي انا عملتها ويبقى جوزك اكل الصباح الموز الصبح بطرق غير مباشرة الصحة بتاجع الوصل الصحة والوقاية خير من العلاج مهم جدا يا ستة الكل اللي تكتب على باب التلاجة بتاعك يوم الحد من كل اسبوع اكل صحي ازاي؟ انا هتابع الشيف المغازي بس على القناة الاولى والفضايا المصرية وقدر اعمل من الفسيخ شربات من قلب التلاجة هاعمل اكل صحي رؤية فان ابداع بتشوفوا كل يوم عشوشة القناة الاولى والفضايا المصرية من ماس بيرو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة